البطاقة التمولية كانت بأول فترة لو بلشنا فيها أول ما بلشت الأزمة كانت نتائجة ممتنة هيصرنا سنة عم نحكي بالبطاقة بس الأزمة صلى أكتر من سنة طبعا نحن نحكي إذا بلشنا بس لعلى بعد ما في شي بتشرين لأفين وتسعة عشر البطاقة التمولية اليوم عشتعطي نتيجي لأنه بعد هادي اللي ذكرتلك يا بهادي الأرقام بعد هادي الأرقام اللي ذكرناها زادت النسب طبعا ليه منقول نحن حدا بيقول أنه 800 ألف فقط اللي بيحتاجوا هاي البطاقة بظل هاي الأرقام اللي ذكرناها يمكن البطاقة يصير محتاجينها أكتر من 2 مليون لبناني إذا في عنا مقيمين 4 مليون ونص يمكن 3 مليون بحاجة لقلة يمكن نبلش فيها برقم مليار بيصير بعدها 3 مليار أكتر من الدعم اللي عم بيصير هلا طبعا أمام هادي الأرقام المخيفة جيجيكي بموضوع اليوم اللي عم بيصير بالبنزين حتى نبلش فتح الاعتمادات مقابل البنزين هلا مفاصلة فتح الاعتمادات مقابل البنزين والضواء واللي حيشمل شغلات تانية بعدها طيب لما نحكى بموضوع الدعم أول ما بلش الدعم بالدعم تبين أنه كأنه هيدا مسرب معين يستفاد منه لإخراج الأموال لخارج لبنان وهون الدور اللي مفروض كان المصرف المركزي ومصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف أنا بعني شو عم بحكي هول هني عندهم الدور الأكبر بالمرقابة ما في إلي أنا ما فيني رائب وما بيطلع بيدي والهيئات الرقابية التانية من جمارك ووزارة اقتصاد والهيئات اللي هي بتقدر انه بالحد الأدنى ترائب الأمور اللي عم تدخل من اللي عم تخرج يعني الأموال اللي عم تخرج فتير عم تجي هل هي مطابقة للمعدات اللي عم تدخلها الدخل اللبناني نعم أم لا يعني فاتورة الدواء مليار ومئتان مليون دولار اللي هي الفاتورة السنوية اللي كانت هلأ زادت بلبنان بآخر فترة أول نقطة من أسباب زيادتها واحدة منا انه ما في سئة وكل شوية بيخاوفوا بيقولوا حنرفع الدعم صارت الناس تخزن او هاي جزء بس هيدا الجزء ما بيعني انه أخذوا الأدوية كلها حطوها بالبيوت لا الأدوية العدد الأكبر منا اليوم موجود بالمخازن مش الدواء عم يتهرب واللي بضحكوني بس تقولوا الدواء عم يتهرب إذا عم يتهرب على سوريا سوريا الدواء أرخص من لبنان بكتير وعندهم مخزنة على أدوية اللبنان فإذا كان عم يتهرب لبرات لبنان يعني بدو يجي على لبنان ويرجع نعمله إعادة شحن فهون بيكون في تقصير من هيئة رقبية معينة هي كان لازم تقوم بشغلة وإذا كانت اليوم الفواتير بتقول أنه مثلا بأنه بالأدوية أنا دفعت هيدا الرقم وفعليا ما دخل هيدا الرقم معناتها هيدا فيه أموال تخرجت للخارج وراحت بأماكن أخرى وما رجعت بالإفادة إلى لبنان كمان في سؤال يطرح وراحت هيدا الأموال كمان هون سؤال يطرح وهيدا كمان هون في دور للهيئات الرقبية مع المصر في المركزي مع الوزارات المختصة هي أن تجي ترائب هذا الموضوع هذا ما عم بصير الدور هذا ما انتهي هيدا أول نقطة النقطة الثانية لما نحكي بموضوع مثلا المواد الغذائية طيب بدنا أنه نحتاج أنه دعم لألا قالوا أنه دعمنا الصلة الغذائية ب 470 مليون دولار كتير حلوة حكي بس ما حدا شايف هذا الدعم يعني ما وصل للناس نهائيا شايفوه بس بس الماركت خارج لبنان بالمقابل إجا للداخل اللبناني الدعم على الشكل التالي نحنا لو نحنا دعمنا الإنتاج الصناعي للمواد الغذائية كان في حاجة 300 مليون دولار من أنت تستوردي بمليار ونصف السنة في 300 مليون دولار أنت ما فيك يتعملون هون بلبنان بس البقية تقدر يتعملون بلبنان المفارقة أنه مندعم صلة غذائية ب 470 مليون دولار ما بتوصل للناس وما مندعم إنتاج الصناعي بيحتاج لمواد أولية 300 مليون دولار لحتى يصير ينتج بقلب الداخل اللبناني وأقل كلفة وأقل كلفة وبلائم القدرات الشرائية والمعاشات الموجودة عند الناس هاي ما بنعملها هاي ما هي نتائج هاي السياسي ماشي بهذه الطريقة إذا بدك أنت تعملي فاتورة تفتحي اعتماد لتشتري مواد أولية ما بمشوها بس إذا بدك تعملي فاتورة وتفتحي اعتماد لتجيبي مواد استهلاكية بتمشي نقطة كمان ما في شي خاصه بدعم يعني اقتصاد منتج أو دعم شي ينتج خاصه بالنسبة بدليل أول ما بلشت الأزمة معنا احتياطي 30 مليار و 516 مليون بعد سنة صار عنا دعمنا ب 5 مليار و 752 مليون دولار بس صار الاحتياطي 18 سهيدة بلد أعلى نتعثره بس صار الاحتياطي 18 يعني فيه 7 مليار راحوا بالطريق ترجمة نانسي قنقر